عبر خدمة سكايب لنضم لي ألون أفيتار مستشار الشؤون العربية في وزارة الأمن الإسرائيلية مرحبا بك بداية مئير بن شباط ومنسق الأسرة والمفقودين في إسرائيل توجه إلى موسكو لإجراء محادثات مع مسؤولين في الحكومة الروسية في هذا الشان وبالأمس كان هناك اجتماع حكومة طارع حظية اليوم باستهجان أن لا داعي لوصفه بحدث تاريخي ولا أمني فهو إنساني أكثر كيف تعقب على ذلك؟ حسب رأي الحكي أو الموضوع اللي موجود هلا اللي نحن سمعنا في الساعة الأخيرة هو مش موضوع بسيط ومش سهل للحال أنا حسب تقديري المعلومات اللي سمعنا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة هم أكثر من الحقيقة معنى تو أديني في حكاية كبيرة وراء المعلومات المكشوفة نحن نسمع إنو رئيس الحكوم الإسرائيلي حدث الموضوع مع رئيس پوتين وفي جهود من كلنا واحد جهود خاصة وكمان طيارة إسرائيلية ما شخصية أمنية إسرائيلية إلي جاين لغوسيا عشان يحيلوا المشاك المشكلة هاي موش صفكت تبدو البسيطة إلي تأوضنا عليه في سابق أديني حسب المعلومات أو بين المعلومات كمان حسب تقديري في معلومات خاصة أو مخبة من الجمهور مش كل شي منشور في إمكانية إنو الموضوع الحقيقي هو أكثر من اللي وهنا يأخذني بالطبع السؤال إلى النقطة الثانية دائما كان المسار أو مسار المفاوضات السري من أجل حل العديد من القضايا العالقة بين البلدين هل نشر الموضوع على الأقل نابع من أهداف سياسية تحديدا في هذه الفترة في مسلحة إسرائيلية وروسية كمان لإعلانات اللي سمعنا لحد هلا دائما في مسارين في مسار أو في چانل يعني في قناة الوسائل الإعلان وفي قناة تاني الشغل الخاص اللي المسؤولين بيشتغلوا عليه هو بيمشي بقناة مختلف من القناة الإعلاني في قبال الجماهير وذيني نحنا نعرفش هلا شو كان الحقيقة أو أم تبلش هذه الحكاية بلشت هذه الحكاية سيدة لونة فيتار هل تعتقد أيضا يعني وذا ما تحدثنا عن سياق الانتخابات الإسرائيلية في السابق أيضا قام الرئيس الروسي أيضا بالتدخل أو الوساطة من أجل تحرير يعني بعض المحتجزين أو بعض رفاة جنود الإسرائيلي من داخل سوريا وتتزامن أيضا هذه المرة أيضا مع موعد الانتخابات الإسرائيلية هل من ربط بين الأحداث والعلاقة بين بوتين وبن يمين نتنياهو أو بموعد الانتخابات الإسرائيلية هذا السؤال دائما بيسأله مادم في انتخابات كل وقت إنه في انتخابات في إسرائيل دائما في عملية معينة لتكدم الأمور لأدام أذني في هذه الأمور وفي هذا الموضوع الخاص ما في علاقة مباشرة لموضوع الانتخابات في إسرائيل وعشان هيك ما في كمان تدخل غسي بهذا الموضوع وبسؤال الأخير لديق الوقت لربما هناك سؤال آخر يعني على وقع التطبيع وأيضا اتفاقيات التطبيع يعني قبل عدة أشهر الرئيس السوري بشار الأسد قال أنا لا أرفض مسار المفاوضات مع إسرائيل شريطة إعادة الجولان بالكامل ونحن نشاهد حتى في النصف سنة الأخيرة كانت هناك مفاوضات حول تحرير على سبيل المثال لأروفات الجنود الإسرائيليين بالإضافة إلى اليوم لربما قد تتم أيضا عملية تحرير الأسرى السوريين بالمقابل أيضا إعادة المواطن الإسرائيلي هل لربما العلاقة المستقبلية قد تشهد تحول بالمسار السوري الإسرائيلي أنا مفاكر أن المفاوضات بين الجنبين أو الحكي المتبدل بين الجنبين على موضوع الأسرى هو مختلف من كل المواد الثانية وبالمسار بين إسرائيل وسوريا ما إلو علاقة وما يكون له أي تأثير كمان على استمرار أو عدم استمرار الحكي المباشر إذا يكون بين الجنبين نعم أشكرك جزيلا شكرا لونا فيتار مستشار الشؤون العربية في وزارة الأمن الإسرائيلي على هذه المداخلة